موسيقى السلام عليكم ورحمة الله من القضايا التي تطرح كثيرا وتناقش هنا وهناك وتثار في كثيرا من المجالس والمناطق النقاشية قضية الخلافات الموجودة الآن في كل مكان سواء بالأسر سواء بالكتائب سواء الحكومات طبعا الخلاف معروف أنه هو قضية إنسانية موجودة في كل مكان ولكن وضعنا نحن الآن أصبح يحتاج إلى وقفه يعني ما عاد معقول هذا الخلاف أنا بقول دائما أني بحب أتحدث بواقعية في برنامجي بحب أتحدث بطريقة بسيطة جدا لأني بعتبر أني أتحدث مع عاملة الناس فبالنسبة للخلافات يعني أنا أقول لا بأس الخلافات قصة بشرية ما ممكن أن يعيشوا الناس بدون خلافات المشاكل دائما قائمة وما في حل المشاكل أنه الناس ما يتوحدوا ممكن نقول أنه ما يتوحدوا ومعليش صعب أنه جمعهم كلهم تحت راية واحدة ولكن بس مشان الله لازم الناس كلهم بقى يشتغلوا مع بعض يعني يكون لهم هدف واحد يمشوا عليه وما بنيقول يتحدوا بس على الأقل من أجل خاطر هذا الهدف أن يكون الناس كلهم ماشيين مع بعض يعني لو كان كل كيان قائم بذاته وكل كيان له رأيه وله قائده وله منهجه أن بعد ذلك أنه لبين ما نحقق الهدف أنه نضع خطا عريضا نتفق عليه على هذا الخط العريض هذا ليس على الخطوط التفصيلية وأن نمشي عليه جميعا وإلا عن جد لن نستطيع أن ننجو من الوضع اللي نحن موجودين فيه هلأ ما أطلبه وأتحدث عنه ليس أمرا يعني غريبا أو صعب التحقيق هذا الأمر يمكن أن نقوم نحن به خليني جيب لكم مثال وحروح عليها حلقة اليوم كلها عن أمريكا أمريكا لما كانت مجرد ولايات كيف نشأت أمريكا وكيف اتحدث أمريكا كانت تمر بظروف هذا الحكي قبل 250 سنة سأرجع لأول نشوء أمريكا لما كانت عبارة عن مقاطعات وكانت هذه المقاطعات بينها مشكلات كانت كل مقاطعة موجودة مع دولة غير الدولة الأخرى السكان طبعا ما في بينهم أي اتحاد أو أي تفاهم كان كل فئة جاءت من مكان أو جاءت من منطقة طبعا كلهم جايين عندهم جشع عندهم طمع حب للمال حب للسلطة أصلا هنه هاجروا وعانوا الأهوال من أجل أن يصلوا إلى المال وإلى الثروة فكيف هيكون وضع هؤلاء هلأ لما قرروا أنه ستكون دولتهم دولة موحدة ويكون اسمها أمريكا هذا الشيء بالبداية اشتركت فيه 13 مقاطعة فقط مو كل الولايات المتحدة الأمريكية 13 مقاطعة اتفقوا مع بعض أنه يصوقوا دستور لهذه الولايات المتحدة اجتمعوا مع بعض وهن على خلاف كانوا 55 رجل كل واحد جاي من مكان كل واحد يحمل أفكار كل واحد له معتقداته كل واحد له مصالحه أصلا كان الوضع غير مستقر كان الوضع مثل ما هو الآن ببلادنا كان في حرب خارجية يعني الولايات 13 كان لسا عندهم مشكلة أنه الشمال موجود مع بريطانيا اللي هو كندا فهن المهددين من أنه من هجوم من الشمال كان الغرب ما زال مع الهنود الحمر وكانت فرانسا هي اللي مسيطرة فكان في عندهم خطر من الغرب من الجنوب أيضا كان في دولة المكسيك وكانت تسيطر عليها إسبانيا فكما كان في عندهم مشكلة حرب أنه يهجموا عليهم أو يصير موجود نفس هذا الوقت كانوا هنهم عم يحاولوا أنهم يأسسوا لهذه الدولة الفتية اللي كان بدأ يصير اسمها الولايات المتحدة اللي كانت هي نواة أمريكا فكان الوضع صعب ومع ذلك اللي جمعهم هو العزم والتصميم والشعور بأنه لازم أن يكون لهم هدف واحد مشترك لحتى تقوم لهم قائمة وإلا إذا ما وضعوا هذا الهدف حتبقى هذه الولايات متناحرة وتبقى في خصام شديد وما ممكن أبدا أن يحصلوا على ما أرادوه من هذه الهجرة فإذا بدأوا بالعمل فورا ما صنعوا مثلنا وقعنا في الخلافات وانشغلنا بها يعني حتى ما عم نقدر نتوحد فقط أمام النظام ما عم نقدر نتوحد فقط أمام داعش ما عم نقدر نتوحد فقط في منطقة واحدة أليس هذا مؤلما والله العظيم أنه مؤلم نتابع يقولون أنه بعد ذلك هذا الدستور اللي وضعوا هدول لخمسة وخمسين شخص كان دستور محبوك من كل الأطراف حتى يقال عنه أنه أقدم دستور مكتوب ونافذ المفعول يعني صحيح في حمورابي من زمان وضع قوانين لكن هداك وضع مجرد قوانين لكن هؤلاء وضعوا دستور دستور متكامل تخيلوا أنه هذا الدستور وضع حوالي عام 1777 يعني له حوالي 240 سنة وضعوها دول الأشخاص القلائل بعد ذلك لما توحدت بقية الولايات وأصبح عدد ولايات أمريكا ما عدوا 13 ولاية وصل عددهم إلى الخمسين ومع ذلك بقي هذا الدستور كما هو فتخيلوا قديش كان هذا الدستور مدروس وكان عميق وكان شامل لكل الأمور تخيلوا دولة بهذه القوة لم تحتج إلى تعديل هذا الدستور سوى 26 مرة شو بيطلع 26 مرة خلال هذه الفترة الطويلة ما بيطلع شيء ومو بس هيك كانوا 13 ولاية انضموا لهم خمسين يعني لازم تكون في مصالح جديدة ممكن يكون في أفكار جديدة ممكن يكون في اعتراضات لكن بقي نافذ المفعول وبقي جيدا كان عدد السكان قليل زاد لـ 240 مليون عدد سكان أمريكا مع ذلك بقي هذا الدستور أيضا نافذ ونافع ويحقق لأمريكا ما تريده منها فإذن إيش هذا الدستور كان رائع طب على ماذا اعتمد هذا الدستور أتوقف قليلا وأكمل أتوقف قليلا حين وضعوا هذا الدستور قصدوا منه أن يدوم لأجيال يعني كان في بعض نظر حين وضع هذا الدستور فهذا ساعد على بقائه وعلى عمقه كان فيه كتير استشراف وتفكير وتبادل للآراء وما ظنوا أنه ما صار خلافات بين هؤلاء لا كان فيه خلافات حتى وصلوا إلى هذه النتيجة ويقال أنه أخذ منهم سنوات ولم يأخذ فترة قصيرة حتى تم اعتماد هذا الدستور أكتر شيء تموا فيه لكي يكون هذا الدستور نافذ ويستطاع تطبيقه يعني ما يكون حلم من الأحلام أو يكون مثالي أن يكون مرنا وأن يكون فيه الحكمة والصواب والتقدير الجيد للعواقب فهذا أعطى القوة لحتى استطاع الاستمرار هذه السنوات الطويلة أيضا التكيف يعني هي المرونة بتشبه التكيف بس ما عليش أن نستعمل تعبير أكتر يعني حتى أعطي فكرة أنه كيف قامت أمريكا وما هو دستور على ماذا اعتمن أنه يتكيف مع كل التقلبات التي مرت بها وهي فعلا أمريكا بعد ذلك مرت بتقلبات بعد حرب الاستقلال كمان صارت في عندها مجموعة من المشكلات بعد ما وضع هذا الدستور واستطاعت أيضا أن تتجاوزها رغم كمان المشكلات السياسية وتبدل الرؤساء عليها كمان من الأشياء المهمة في هذا الدستور الإنسانية تخيلوا أمريكا التي نرى منها ما نراه الآن لما وضع الدستور كان فيه إنسانية من أجل ذلك أنا مرة عملت حلقة عن القيم وقلت أنه القيم هي عالمية ولو رحنا لدستور أمريكا حنلاقيها اهتمت بالإنسانية واهتمت بالمساواة يعني شوفوا قديش ضل عندهم ظلم السود واضطهادهم وحتى اضطهاد بعض الفئات الأخرى لكن لو ذهبنا إلى الدستور منلاقي الدستور يصر على العدالة ويصر على المساواة ولحظوا هاي القيم كلها لو رجعنا إلى ديننا نحن سنجدها موجودة وهي من صلبه ومن لبه ومع ذلك ما عم نستطيع الآن أن نتجاوز ما بيننا من الأشياء بينما هن لما جاءوا إلى أمريكا كان في منهم لصوص منهم قطاع طرق يعني هدول الناس اللي أنشأوا أمريكا ما كانوا هؤلاء الناس المتميزين ولكن رغم ذلك ظهر منهم هذا الشيء الرائع الخلاق لأنهم وضعوا هدفا ووصلوا إليه ومشوا على خطة محددة وهذا ما نأمله نحن أيضا أن نمشي على هذه الخطة بعدين كمان الشيء الذي انتبهوا له ونحن دائما مدائما يعني من جديد بعد أن وصل إلى الحكم هؤلاء المرتزقة الذين وضعتهم أمريكا لنا عندهم في الدستور لما وضعوا اهتموا أنه ما يكون الحاكم له السلطات المطلقة يعني اعتبروا أنه الحاكم بالآخر من البشر يعني هو له أهواء تلعب به النوازع البشرية وطبعا نحن عندنا بالقرآن المعروف أنه الإنسان لا يطغى أن رأاه واستغنى الإنسان ممكن يتجبر ممكن يتكبر الإنسان لو عطينا القرار أكيد حيهتم بهواء نفسه فمن أجل ذلك كان القانون عندهم يراعي المحكوم يعني ما يعطي الحاكم هذه الصلاحيات المطلقة لحتى يستبد بالرعية وإنما الرعية أيضا تستطيع أن توقف الحاكم وأن تطلب منه أن يعدل مثلا عن شيء وضعه أو أن يساير رغباتهم أو أشياء من هذا القبيل مما لا يوجد نحن عندنا في عالمنا العربي فهذه الأفكار الأساسية أيضا أنا كتبت على فكرة حتى ما أنسى شيء لأني لما قرأت هذا الكتاب هذا الكتاب حصلت عليه حديثا من إحدى من أحد معارض الكتب فأثناء بحثي وجدت هذا الكتاب ولما قرأته يعني أثارني جدا ووجدت أنه من الضروري أن أنقل هذه الأفكار إلى الناس فحرصت على كتابتها لحتى لا أنسى منها أي شيء طبعا أنا ما أكتب كل التفاصيل هو الكتاب كبير جدا من حوالي 400 صفحة ولكني أخذت هذه الأفكار الرئيسية التي اعتقدت أنها قد تفيد في سوريا أو أي دولة تتعرض لما نتعرض نحن له من هذه الظروف فالمهم أنه أرادوا يعني لما اجتمعوا من أجل وضع الدستور كان هدفهم أنه يكون في اتحاد بين هذه الولايات أنه يكون استقرار داخلي بينها أنه يكون في ازدهار وبعد ذلك أنه يكون في ما فعلته أمريكا بقى على مستوى العالم من تقدم وتطور واكتشافات واختراعات هذا كله كان موجود من قبل فأول ما وضعوا الدستور استقر عندهم الوضع بدأوا الناس بقى بالعمل وبدأوا بإنشاء المصانع وإنشاء المزارع الكبيرة ومحاولة اختراع الأدوات التي تساعد على ذلك يعني كانوا أمة فاعلة وكانوا أمة عاملة وكانها وضعهم برجع أقول أنه كانوا مثلنا لأنه كان بهديك الأيام لسه لا يوجد تقدم ولم تكن أمريكا أصلا هذه الدولة القوية والمعروفة كان بهديك الأيام طبعا فرانسا وبريطانيا هنه هما اللذان تسيطران على العالم وبيدهم الصناعة والزراعة فهذه أظن أهم الأشياء برجع وأؤكد على أنه دستور كان فيه مثل عليا اهتموا بالمسل العليا ولكن لما صاغوها صاغوها بطريقة واقعية وحلول وسط بحيث يمكن تطبيقها على الأرض أعتقد بقى هون أني ذكرت كل شيء كل شيء مهم فأرجع بقى إلى نحن عالمنا العربي وأقول أنه نحن أمة يجمعنا الدين ويجمعنا القرآن وهو دستور فيه من كل شيء ونحن أمة أيضا عريقة يعني سورية دولة قديمة دولة نزلت بها حضارات كثيرة دولة كان فيها الصناعة وفيها دولة فيها عقول وفيها أطباء وفيها مهن وفيها كتير أشياء من مقومات الدولة وفيها وطنية يعني كمان نحن من الدول اللي درسنا في مدارسنا عن القومية والوطنية ونعتز بأننا من سورية وأنه سورية وأنه وأنه فكيف كل تجمعنا كل هذه الأمور ثم وصل حالنا إلى ما وصل إليه الآن أليس هذا أمر مؤسف وأمر مؤلم يعني ألا يجب أن نفعل كما صنع هؤلاء أنه نتجاوز هذه الأهواء هذه الأشياء الآنية يعني معقول طب إذا ما استطعنا على مستوى الكتائب يعني معقول بقى على مستوى صغير مثلا كتيبتين أو ثلاثة أو أربعة أنه ما يتفقوا مع بعض إذا ما بنا نوحد الجميع يعني كيف بقى بنا نطلب أنه يتوحد العالم كله أو يتوحد إذا ما عم نستطيع السيطرة على أربعة أو خمسة أو ستة كمان هات كلام أذكر أني قلته قبل الآن فهذا نموذج أمامنا أضع بين أيديكم وأتأمل أن يحاول يعني اقرأوا كما قرأت أنا في هذا الموضوع ولنحاول جميعا أن نتجاوز هذه الخلافات وهذه المشكلات التي تبعدنا عن بعضنا البعض وعلى الأقل نتوحد الآن في مواجهة العدو وبعد ذلك نصفي حساباتنا كما يصنع الناس العقلة نعود الآن إلى الاستشارات الأسرية والعائلية جاءني الحقيقة سؤال قضية قضية غريبة غريبة جدا اتخيلوا السؤال قال طبيب يعمل في إحدى المستشفيات أو أحد المشافئة المستشفيات غلط لازم نذكرها ليست مؤنسة فالمهم جاءته أسرة جاء على بيتها قذيفة فالأسرة كلها كانت مصابة طبعا هو كطبيب اهتم بالموضوع وعالج أفراد الأسرة كان بينهم شابة مطلقة حديثة الطلاق هذه الشابة تزوجت رجلا قاسيا كان يضربها ويؤذيها ويسيء إليها بالألفاظ فأصبح عند عقدة من الرجال ومرض نفسي كانت تعالج منه فبعد هذه الحادثة وتردد الطبيب عليها أعجبت به وأحبته وبدأت يعني تحاول أن تستمي له هو طبعا طبيب وبين يديه الكثير من المرضى والمريضات فتعامل معها في البداية على أساس أنه طبيب فكان يزور كما يزور بقية المرضى ويعطيها الدواء ويعطيها المشورة حسب هذه الحاجة طبعا هو ما له طبيب نفسي ولكن لأنه طبيب وإنسان راعى عند هذه الحالة المرضية النفسية فكان يعطيها الدعم والاهتمام هاي ظنت أنه هو بقى تعلق بها وأنه أحب بما أن هي امرأة شرقية طلبت من أمة أن تخطبها له فالأم طبعا فوجئ هذا الطبيب بيوم هو في منزله بأنه تتصل به هذه الأم وتطلب يده مع أنه يطلب اليد مفصيحة لأنه الإنسان يتزوج المرأة كله ولا يتزوج يدها فمنقول أنه خطبها فخطبته الأم لبنتها طبعا هو فوجئ ولم يكن يتوقع هذا هو رجل متزوج وعنده أطفال ويعيش حياة سعيدة جدا جدا وزوجته رائعة من جميع النواحي ما عنده أي مشكلة ولكن بيقولوا الزن على الإنسان بيخليه يتغير فلما ظل يتردد عليهم في المشفى وهم يتكلمون ويحاولون إغراءه هذا الرجل ما لقلبه وفجأة اكتشفت زوجته أنه بدأ يراسل هذه المريضة وأنه في بينهم اتفاق على الزواج فكانت بالنسبة لها صدمة كبيرة جدا فهي أرسلت تستشير وتسأل ماذا تصنع هلأ الموضوع أكيد بيد الزوج إذا كاني مصمم على الزواج ولكن إذا كان هي لها رأي وتستطيع أن تفعل أي شيء أنا طبعا أشجع جدا أن تفعل وهذه القضية فعلا انتقلت إلى غير ما هي عليه وغلط الشيء الذي فعله هذا الطبيب خطأ وخطأ كبير جدا لأنه الطبيب طبعا هو طبيب يعني يكون فقط في المشفى هو مطالب بتقديم المشورة مطالب بتقديم الأدوية لكن من غير المعقول أنه يعالج المريضة بالزواج معقول هيك يعني إذا كان علاجه بالزواج فهل هو يقدم لها هذا العلاج دعونا نوسع الموضوع أكتر عفوا لو كل طبيب عالج المريضة بالزواج كيف سيكون الوضع كيف الله حلله أربعة فقط وأصلا هو عنده زوجة طب كل طبيب بدأ يتزوج ثلاثة طب كيف نعالج المريضات الباقيات طبعا هذه ليست طريقة للعلاج أن يتزوج الطبيب من المرأة المريضة والأمر الآخر أنه المفروض أنه الطبيب أن يكون عمله داخل المشفى أو أي رجل أي رجل أي زوج المفروض ما يحمل هموم العمل إلى البيت يذهب إلى العمل يقوم بأداء ما عليه ثم يعود إلى البيت فيبدأ صفحة جديدة مع الأسرة ومع الزوجة ومع الأولاد فتخيلوا لما الرجل مو فقط يحمل لزوجة أعباء العمل ويشكو لها أو مثلا يأتي إلى البيت وهو غاضب وبحالة نفسية وعصبية ويضرب ويشتم لا يأتي لها أيضا بضرة فهذا كمان خطأ من الناحية الاجتماعية ومن علاقة الأزواج بعضهم مع بعض طبعا غير سائق بعدين مدام يقول أنه المرأة مريضة مريضة نفسيا فكيف بدأ يتزوجها يعني هل هو متأكد خاصة أنه ليس طبيبا نفسيا أنه لو تزوجها ستشفى هذه المرأة من مرضى يمكن تسبب له أيضا الشقاء والبلاء والمشكلات يعني غير معقول أنه يكون علاج أنا لم أسمع أبدا أنه العلاج يكون بالزواج أنا بعرف بالعققير بعرف أنه يكون بالأدوية بعفوا الجلسات عند الطبيب ولكن أن يكون بالزواج فهذا علاج جديد يجب أن يسأل طبيبا نفسيا قبل أن يتزوج هذه المرأة بعدين من غير المعقول أنه يهدم حياته اللي هو متأكد أنه حياة سعيدة وتقوم على المودة وعلى المرحمة من أجل احتمال احتمال أنه هذه المرأة الجديدة يا أما ستشفى ويتحسن وضعها يا أما لن يشفى مقابل حياة ثابتة ومؤكدة طبعا هذا لا يفعله الإنسان العاقي أيضا كمان جاء بالرسالة أنه أنه هذه المرأة عند عقدة من الرجال طيب طيب هاي مدام عند عقدة من الرجال ما هذا التناقض كيف تقدم على الزواج وهي في عند عقدة من الرجال فالمفروض لو هو أراد الزواج منها أن يتأكد أولا من شفاءة يعني يذهب بها إلى الطبيب ويرى أنها العقدة زالت أو لم تزل أو لم تذهب منها بعدين كمان في نقطة أنه اللي مثلها اللي عندها نفور من الزواج يعني ما المانع أن تبقى بلا زواج مدام هي عندها نفور وعقدة من الزواج معناها ليس هناك مانع أن تبقى بلا زواج فبناء على أي فكرة جاءت الأم تخطب هذا الرجل لبنتها فالقصة كلها غير يعني غريبة كلها غريبة من أولها إلى آخرها فأنا أنصح هذه الزوجة أن تدافع عن بيتها وأن لا ترضى أبدا بأن يتم هذا الزواج وأكيد لو تم حيكون نزوة وحيكون زواج عابر وأكيد هذا الطبيب سوف يعود إلى رجله فياريت من الأبل أن يعقل وأن لا يقوم بهذه الخطوة أبدا وياريت حتى الزوجة إذا لم تستطع هي أن تقوم بأي خطوة إيجابية أن تحاول طلب المساعدة من أي أحد والحقيقة هي من ضمن المشاكل التي جاءت مع الثورة قضية هي أن الحب وانتقال المواضيع من موضوعات إنسانية وعلاج واهتمام إلى الوقوع في الحب يجب أن يراعي كل إنسان نفسه وإذا وجد منها الضعف أن يبتعد عن هؤلاء الناس أكيد المشفى بيكون فيها مجموعة أطباء فإذا أي طبيب خلينا بأن نتكلم بشكل عام عن هذا الموضوع أي طبيب وجد في نفسه ميل لأي إمرأة يبتعد عنها أي اتنين عم يشتغلوا مع بعض بالثورة وجدوا ميل أنه يبتعدوا لأنه هذا عم يقوم على غير أسوس وكمان هذا الموضوع في عندي رسائل عنه إن شاء الله الحلقة القادمة سوف أتكلم عنه باستفادة أكتر وشرح أكتر لأنه الآن الحلقة لن تكفي لأتمام الموضوع لكن ما في غير هذه النصيحة إنه هو يبتعد وإنه الزوجة تبذل قصارى جهدا في أن تكون عامل إيجابي في وقف هذه الأمور لأنه لما تكون هي قائمة على شفا جرف هار فلن تجلب السعادة لا للزوجة الجديدة وصوف تحطم هذه الحياة القديمة الثابتة فنكتفي بهذا القدر وذكر بالبريد الموجود أو صفحتي على الفيسبوك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة